مخفيون في سجون الميليشيا ومغيبون عن أهلهم وذويهم إلا أنهم حاضرون في الوجدان كقضية إنسانية هذه هي الفكرة التي تبناها مجموعة من شبان محافظة تعزة والتي أراد من خلالها إيصال رسالة للعالم أن للمختطفين حقا في الحياة والحرية وذلك عبر تذكر وجوههم على جدران المدينة الحملة تستهدف السياسيين والصحفيين والناشطين البختطفين لدى الميليشيا والذين مضى على بعضهم عام وأكثر دون أي خبر عن مصيرهم تبدأ برصد كل السياسيين والإعلاميين والناشطين الهدف هو تكريم لهؤلاء الذين ضحوا من أجل نقل الحقيقة لتعز سنكرمهم بتزينهم على جدران محافظة تعز لم يرتكب هؤلاء جرمان ولا جناية ولم ترفع بحقهم قضية سوى أنهم ممن أختلف بالرأي أو نقل وكتب عن انتهاكات الميليشيا بحق اليمنيين فساقتهم إلى المعتقلة لا أخبار واضحة عن هؤلاء المختطفين سوى بعض التشريبات التي ترشح بين الفينة والأخرى عن أن البعض منهم تم وضعهم دروعا بشرية في مخازن السلاح والبعض الآخر لا زالوا يتعرضون للتعذيب المستمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة